أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج ملفات من الغد العربي قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي اتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوة الجنائية ضد مبارك ونجليها علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل عمال مقابل استغلال لنفوذه وقضت المحكمة أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العدل وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين بقي الاتهام الأخير وهو الاتفاق في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالعمد في الجنادية حكمت المحكمة الحضورية لمحمد حسن السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة قبل محمد حسن السيد مبارك يوم 24.05.2011 في هذا المقام لصبط صدور أمر ضمنه بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23.03.2011 في الجناية رقم 2227 لسنة 2011 أسر النيل مع مصدرة كافة المضبوطات في الجناتين وبعد صدور تلك الأحكام مباشرة كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات المكتب الفني بأعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي للطعن فيهما بالنقض المزيد في سياق هذا التقرير صراخ وعويل وانهيار عصبي في صفوف أسر شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير عقب سماعهم ببراءة حبيب العدل وزير الداخلية وكبار مساعدي في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حصل على حكم بعدم جواز الدعوة المقامة ضده وحكم آخر بالبراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوة الجنائية بتهم تربح الغير والإضرار بالمال العام الذي يشاركه فيها نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم هو ده حكم العدل النجازة اللي احنا طلبناه هو ده القانون دوت كان المفروض يتشاف ويتعدل المحكمة الدستورية والنبي يا ابن أقول حزب الله ونعمل وقيد أقول حزب الله ونعمل وقيد أقول حزب الله وقيد أقول حزب الله على الجانب الآخر أفراح وزغاريد بين مؤيد مبارك الذين فرحوا بالأحكام الصادرة بحقه في جميع القضايا ورفعوا صوره وارتدوا العالم المصري مشيدين بنزاهة واستقلال القضاء المصري أنا أغم علي من كتر الفرحة أنا عشمي وثقتي في الله وكنا دايما نقول له يا مبارك ارفع رأسك احنا وثقين في إخلاصك ما حدش في الدنيا النهاردة هسعد مني أو يمكن الناس الموجودين دول في القفس الساعات احنا بعلنا أربع صين بننزل الشارع وعلى الرئيس في كل المحاكمات بنروح وراف كل حتة بنروح لعند المستشفى حتى يوم عيد ميلاد وعمرنا ما فوقتنا عيد ميلاد لي مائة وستون ألف ورقة هي عدد أوراق قضية محاكمة القرن اختصرهم القاضي في ألف واربعمائة وثلاثين ورقة تشمل الأحكام وحيثياتها وأعد القاضية تبيانا لوسائل الإعلام داخل وخارج القاعة يشرح الأحكام وأسانيدها في مائتين وثمانين صفحة ورغم ذلك لم يزدل السطار على محاكمة القرن بعد طعن النائب العام المصري على الأحكام الصادرة بعد ثلاثة أعوام في محاكمة الجنايات جاءت أحكام محاكمة القرن بالبراءة لحبيب العدل وكبار مساعديه من قتل المتظاهرين وانقضاء الدعاوة الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال ونزلت الأحكام على أسر الشهداء والمصابين كالصاعقة وبردا وسلاما على مؤيد مبارك وذهبت أسر الشهداء والمصابين إلى ميدان التحرير بينما احتفل أبناء مبارك ببراءته من مقر أكاديمية الشرطة مقر المحاكمة محمد عاطف الغد العربي من القهرة أرحب بالخبير القانوني الدكتور شريف أديب وأرحب أيضا بضيفي بالاستوديو الكاتب والمحل الأسياسي سيد محمد أبو العنين أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ مع ضيفي بالاستوديو سيد محمد سيد محمد بداية كيف تنظر إلى قرار المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ومعاونيه هل تعتقد أن هذا القرار كان مفاجئا وصادما للمواطن المصري أم أنه كان متوقعا في الحقيقة يمكن مجمع للأحداث التي حصلت خلال العامين الآخرين يدل على أن هناك محاولة لتبرئة نظام مبارك نظرا لأن ما يحدث هو بشكل واضع هو استعادة للأدوات التي كان يحكم بها مبارك نعم هناك خطاب يتم استدعائه في بعض اللحظات يتحدث عن صورة 25 يناير ولكن على الأرض مجمل ما يحدث على الأرض هو استعادة مباشرة لمجمل تلك السياسات أكثرها وضوحا هو الحكم الذي صدر اليوم هذا الحكم الذي أكد ما كان مشكوكا فيه حيال أن هذه البراءات إنما صدرت في نهاية المطاف ارتدادا لخطأ إجرائي خطأ في الإجراءات هذا معناه أن هذه المحاكمات تم توظفها في لحظة ما لتحقيق أغراض ما وصولا إلى هذه النتيجة التي نحن فيها الآن ما تقصد بخطأ إجرائي تحديدا؟ الخطأ الإجرائي المتعلق بإحالة حسن مبارك للمحاكمة والمتعلق بالنائب العام السابق الذي أحال حسن مبارك هو ذات النائب العام الذي أصدر حكما أو أصدر قرارا من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوة وهذا الدفع كان قد دفع به في المحاكمة الأولى ولم تأخذ به المحكمة ولكن المحكمة في المرحلة الثانية أخذت بهذا الدفع المتعلق بأنه قدية في هذه الدعوة من قبل النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوة وبالتالي أصبح هناك حائل ما بين المحكمة وما بين النظر في القضية مرة أخرى هذا جزء من الأحكام التي صدرت اليوم نعم طيب نأخذ رأيي الدكتور شريف أديب مرحبك مجددا من القاهرة دكتور هل تتفق مع ما ذكر سيد محمد أن هناك محاولة من القضاء لتبرئة مبارك ونجليه ومعاونيه هل تعتقد أن قرار المحكمة جاء على خلفية سياسية أم أنه كان قرارا عادلا برأيك لا أنا أختلف كليا مع الدكتور محمد لأن المحكمة لم تكن منذ إحالة الدعوة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ونزرت أول مرة ثم أعيدت بعد الطعن بالنقط ونزرت تاني مرة أمام المستشار الجليل المستشار الرشيدي لم تكن ذي خلفية سياسية أو بأهداف أحنا أمر الإحالة واضح إحنا بصدد محاكمة جنائية لأدلة قدمت من النيابة العامة ومن الشرطة باستدلال وبتحريات وبشهود والمحكمة فحصتها أول مرة ثم أصدرت حكمها ثم تم الطعن بالنقد عليه وجاء حكم المحكمة النهاردة عنوانا للحقيقة المحكمة بتنظر في واقعة محددة بعينها إحنا مشكلتنا أننا حابين أننا نحاسب النظام سياسيا ولكن للأسف معنى الفساد واسع أو معنى مسئولية التلاتين سنة اللي يمكن الزميل قالها ضمنيا في كلامه عن مبارك أو أعوانه مسئولية مفتوحة غير محددة القاضي الجنائي أمامه واقع مقدمة بأدلة وبأسانيد أصدر حكمه بناء على ما قدم إليه بناء على الفحص بناء على استقرار وجدان المحكمة بناء على شهادة الشهود بل أن المحاكمة صارت فيه اتجاه واضح بمنتهى العدل أمام مرأة ومسمع الملايين من مرافعة الزميل الجليل فريد الديب من إفساح صدر المحكمة لسماع الفريقين الدفاع والإدعاء سواء نيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أهالي المجني عليهم وبالتالي لم يكن في اتجاه سياسي قريب أو من بعيد في القضايا المحكمة في حكمها حكمت ثلاثة أحكام مرتبطين في الجنايتين الحكم الأول عدم جواز نظر الدعوة الجنائية لسابقة الفصل بها في الأمر الجنائي وده من حق محكمة الجنايات إنها حتى ولو أبدي هذا الدفع أمام محكمة ثم طعم بالنقطة ثم أعيدت لتنظر مجددا أن تتمسك بكل ورقة أو كل دفاع أبدي أمام المحكمة الأمر الثاني وهو انقضاء الدعوة الجنائية نعم طيب دكتور اسمح لي دعنا نتابع هذه الصور التي وردت إلينا أو بإمكانك أن تكمل فكرتك الآن بإمكانك أن تكمل الفكرة قبل نقل الصور تفضل دكتور أوكي انقضاء الدعوة الجنائية بموضيل مدة تبقى للقانون قبل المتهمين نحن أمام وقعة اللي هي وقعة عطايا الفيلات إلى من المتهم الأول من آخر اللي هو حسين سالم أحد المتهمين إلى باقي المتهمين وده بينطبق عليها قانون اللي هو مادة السقوط يعني أنا مش شايف معنى أن المحكمة تخالف ضمرها أو تخالف منطوق القانون لإرضاء البعض الأمر الثالث والأخير البراءة من قضية تصدير الغاز لو تفضلتم بالاطلاع على مدونة الحكمة وما ورد رأيي المحكمة واضحا بالتحديدا أن رئيس الجمهورية الأسبق لم يمارس أي ضغوط أو قدم مقترحات أو عبر بإيماءات لأي من مسؤول الحكومة المصرية بما يظهر رغبته في التعاقد مع شركة حسين سالم ولم يؤدي عملا من أعمال وفي فطره لكن الآن وردت إلينا صور قبل قليل لمواجهات بين الشرطة المصرية ومحتجين رافضين لقرار المحكمة بتبرئة مبارك ونجليه ومعاونيه لنتابع اشتركوا في القناة سيد محمد ماذا نفهم من هذه الصور هو الرسالة التي تحدث عنها الزميل الفاضل في القاهرة والتي أشار فيها إلى عدم تسييس الحكم وهذه قضية رئيسية أتقبلها منه في لحظة ما عندما نتحدث عن هذا الحكم بذات الوقائع التي حدثت الآن والتي تم تبرئة مبارك فيها وأعوانه هي ذات الوقائع التي يتم فيها إدانة هؤلاء الشباب الذين يخرجون إلى الشوارع للتظاهر لا تنسي أن هذا القضاء نفسه هو الذي أصدر أحكاما مشددة في مواجهة المتظاهرين وفي مواجهة الطيار الإسلامي الموجود في الشارع والذي خرج للتظاهر أي مكان يجب أن يكون القاضي منزها عن أن يكون طرفا في خصومة ما أو يستخدم النص القانوني لإخضاع أو لتحقيق هدف معين عندما قلنا لماذا تتشددون هنا وتصدرون أحكاما بالإعدام رغم أن الأدلة ليست متماسكة كما أن الأدلة ضد المبارك ليست متماسكة قالوا أننا هنا ندافع عن الأمن القانون حضرتك تقول أن قرار المحكمة منحاز للمتهمين ولكن بالسابق صدر قرار أيضا بالحكم المؤبد ألا يتناقض ذلك مع فكرة أنها فكرة كون القرار عقوان قرار المحكمة مسيس لا على الإطلاق لأنني أنا لما أقصد أن القرار مسيس لا أقصد بهذا الأمر أن القاضي نفسه قد خضع لضغوط سياسية موضوع تسييس القضاء في مصر مرتبط إلى حد كبير بالتركيبة المتكاملة لمنظومة القضاء في مصر القضاء في مصر غير مسموح بالدخول فيه إلا لفئة اجتماعية محددة القضاء في مصر يخضع لمعايير معينة للوصول إلى سدة القضاء خليني أقولك أن ما يقرب من 40% من القضاء الموجودين الآن يتم تعينهم من قبل رجال شرطة سابقين أنا أعطيك مؤشر ما يتحدث عن طبيعة التركيبة في هذه الحالة القاضي يدافع عن مصالحه القاضي يدافع عن انتماءاته الاجتماعية والاقتصادية والمصالح التي يأتي منها وهذا يؤشر إلى أن القضاء عندما نتحدث عن الأحكام نتحدث عن أحكام سياسية أن العديد خرجوا لشوارع وإعتبروا أن هذا القرار غير عادل لا لا طبعا أنا ما أعتقدش أن هذا الأمر سيستمر كثيرا لأن أنا أريد أن أختلف مع الضيف الفاضل فيما قرروا بشأن سلطة القضائية وتشكلها وطرق اختيارها وليس بالضرورة أنك يقضى بالإعدام في قضية أنه يقضى في باقي القضايا كل قضية منظورة قدام المحكمة أو أمام المحكمة لها وقائعها لها أدلة السبوت لها أمر الإسناد لها أمر الإحالة لها ظروفها لها تحرياتها وبالتالي أصبحنا قدام واقعة مستقلة ولكن دكتور ما هي مبررات صدور هذا الحكم هل تعتقد أن الأدلة كانت كافية لتبرئة مبارك ومعاونيه يا فندم نحن النهاردة هل نحاكم حكم صادر أم نحاكم أمر إحالة من النيابة نقول أنه هو أو الزميل يقول أنه هو مشوب بقصور أو ببطلان نهاردة محكمة الجنايات في صفحة 114 في الحكم قالت أن رئيس الجمهورية ومعاونه أنزاك أن التحقيقات والوسائق أثبتت من أرض الواقع أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية أن ذاك أو أحدا آخر إيقافها بحسب أنها مخطط دولي نفذه التنظيم الإخواني كما لم يكن من قدرات الشرطة مجابهة ما عصف بالبلاد أصبح الأمر واضح في أدلة أقيمة على هذا الكلام وأمر مطروح عند السيد المستشار النائب العام وفي أضايا تحقيقات وفي اعترافات من متهمين وفي شهود السيد المشهد محمد حسين طنطاوي أعطي فرصة لسيد محمد أبو العنين للرد على ذلك يعني هو بذلك يفيد أنه الرئيس المخلوع حسني مبارك لا يتحمل المسؤولية لهو ولا وزير الداخلية من يتحمل المسؤولية إذن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عليه النظام السياسي هذا هو السؤال لهذا السؤال هؤلاء الناس في الشوارع لأنهم يبحثون عن تماء أبنائهم التي أهدرت نحن شاهدنا فيديوهات على الطبيعة تظهر كيف يعامل رجال الشرطة هذه يعني أنا أعطيك مؤشر واحد على طبيعة هذه الأحكام ثورة 25 يناير هو ذات اليوم الذي تعتفل فيه الشرطة بعدها السنوي هو ذات اليوم الذي خرج فيه الناس وذء كبير من حركة 25 يناير خانت ضد الممارسات الشرطية الناس قتلت برصاص الشرطة في الشوارع من قتلهم مسألة تحميل الإخوان هذا هي عباءة يتم تحميلها لطرف يعني أنا لا أبرئ الإخوان هم طرف رئيسي فيما يحدث في مصر الآن هم الذين توطعوا مع المجلس العسكري في لحظة من اللحظات سؤال أخير لضيفنا بالقاهرة دكتور شريف يعني برأيك دكتور شريف من الناحية القانونية هل أصدل الستار عن هذه القضية بتبرئة المبارك ومعاونيه ونجليه أم أنه قابل للطعام السيد المستشار النائب العام أصدر قرار النهاردة أو كلف المكتب الفني ببحث عما إذا كان في من حق نيابة العامة أو ما ثمت أنه هناك ثغرات في الحكم تستوجب الطعن بالنقد طعن بالنقد للمرة الثانية بتتصدى لمحكمة النقد لبحث الموضوع وللنظر فيه وللفصل فيه وليس محكمة الجنايات يعني لو قضت بنقد الحكم لا تعيد الدعوة مرة أخرى إلى محكمة الجنايات بل تتصدى هي للفصل في الموضوع ولكن أنا بس يعني عايز أقول حاجة قبل من نهي الحديث لا يجب أن نحمل الحكم الجنائي نحن ناس يعني نحن نتكلم في القانون ما أتكلمش في وقائع فساد أو في حالة بتمر بها البلاد الواقعة أمر إحالة شكرا جزيلا لك دكتور شريف أليب الخبير القانوني كان معنا مباشرة من القاهرة وشكر موصول أيضا لضيفي من الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد أبو العنين شكرا لك وما ضيفي الكريمين شكرا ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وتتابعون فيه بعض الفاصل الجامعة العربية تقرر طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع استثنائي في القاهرة على طرح مشروع قرار بشكل رسمي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وكلف وزراء الخارجية وفدا وزاريا عربيا يضم الكويت وموريتانيا بالإضافة للأردن والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن المزيد مع تقرير جمال الدياب من القاهرة من جديد فلسطين في الواجهة وعلى ذلك عبر دعم عربي كبير قدمه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالجامعة العربية تجاه التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن مطلع العام القادم لاستصدار قرار منه لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلية التوجه إلى مجلس الأمن لمشروع قرار عربي يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 ووضع سقف زمني لذلك الرئيس الفلسطيني وخلال كلمته كشف النقاب عن نية السلطة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وأعلن قيام السلطة بتوقيع سقوق الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية الأمين العام للجامعة العربية حذر إسرائيل من مواصلة الاستيطان وناشد العواصم العربية بالمشاركة في سياغة مشروع القرار من الطبيعي أن تتجه فلسطين إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال هذا موضوع أساسي هذا موضوع هم جدا وجميع الدول العربية موافقت عليه مراقبون يرون في اعترافات عدد من البرلمانات الأوروبية بدولة الفلسطينية مؤخرا خطوة هامة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويؤكدون أنه في حال استخدمت ألوليات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار فإن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى الجمعية العامة للحصول على موافقتها عندما يسد الطريق في مجلس الأمن فالجميع يلقى إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة إسرائيل نفسها قامت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة في أربعنات القرن الماضي إذن مجلس الأمن ليس هو الغاية يذكر أن اليوم يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك يصادف مرور عامين على حصول فلسطين على مكانة مراقب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ليؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب المركزية رغم رياح التغيير الهائلة التي تشتاح عددا من العواصم العربية من مقر جامعة الدول العربية جمال دياب الغدو العربي القاهرة ونناقش هذا الموضوع مع ضيفي من رمالة السيد جميل إشحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأيضا أرحب في الاستوديو بالكاتب والصحفي السيد أحمد المصري أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع السيد جميل إشحادة من رمالة أهلا بك مجددا سيد جميل يعني ما الجديد الذي يقدم اجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة اليوم علما أنه ليس الاجتماع الأول من نوعه على الصعيد الدولي والعربي في إطار دعم القضية الفلسطينية ولكن ما الجديد هذه المرة؟ الجديد هذه المرة أن القيادة الفلسطينية بعد فشل هذه المفاوضات التي استمرت لفترة زمنية طويلة وبعد عدم قدرة الولايات المتحدة على ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإلزامها بقرارات الشرعية الدولية أو حتى بإلزامها بما تم الاتفاق عليه عندما انطلقت المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية كيري اتخذت القيادة الفلسطينية قرار بالتوجه إلى المجلس الأمن لإصدار قرار بالاعتراب بدولة فلسطين وبتجسيد قيام دولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة أخرتها القيادة الفلسطينية والجديد في ذلك هو أن يكون هناك تبني من قبل الدول العربية لهذا الموقف الفلسطيني وهذا موقف ليس بجديد وإنما في كل مرة وفي كل خطوة تغطوها القيادة الفلسطينية تعود إلى لجنة المتابعة العربية ووزراء الخارجي العرب لإطلاعهم على الخطوات الفلسطينية حتى يتم الدعم العربي لهذا القرار والدعم يتم باتجاهين الاتجاه الأول هو التحرك العربي على المستوى الدولي وعلى مستوى مجلس الأمن وهناك تحركات مشهودة للعديد من الدول العربية بما فيها مصر والأردن والسعودية ودول الخليج بشكل عام للتحرك على المستوى الدولي للحصول على تسع أصوات وأيضا هناك دعم تشكيل شبكة أمان مالية للدول السلطة الفلسطينية في حالة تعرضها إلى عقوبات من قبل إسرائيل أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيد أحمد كيف يمكن أن تلعب الدول العربية دورا مهما تستفيد منه السلطة الفلسطينية في إطار مساعيها لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتوجه للأمم المتحدة نعم هذه الخطوة مباركة وكل هذا شيء جميل لكن أيضا يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر اللي هو ماذا لو لم تحصل الدول العربية تحصل الأردن طبعا ستتقدم دولة فلسطين عن طريق الأردن دول عربية ممثلها الأردن في الأمم المتحدة ستتقدم عن طريق الأردن لكن ماذا هناك ثلاث دول حتى الآن أنا آخر ما علمته أنه لوكسنبورغ ورواندا وفرنسا يعني ثلاث دول لن تصوت يعني هذه حتى الآن غير ليست ملتزمة بالتصويت على القرار وإضافة إلى وجود الفيتو السؤال الذي يطرع على القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء لماذا انتظرنا كل هذا الوقت هذا في البداية اثنين ماذا لو لم نحصل على هذا التصويت واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو أنا من وجهة نظري أرى أنه كان يجب على القيادة الفلسطينية الذهاب إلى محكمة الجنيات الدولية والتسجيل فيها والتوقيع على اتفاقيات اتفاقية روما حتى يكون في يدها ورقة ضغط دولية قانونية تستطيع أن تجبر إسرائيل وتجبر الولايات المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين الجدول الزمني الذي وضعته القيادة الفلسطينية والذي طلعت على مسودة بسيطة أنه سيكون في نوفمبر 2016 يعني بعد سنة بالضبط من الآن القرار سوف يقدم بنهاية هذا شيء بنهاية في منتصف شهر ديسمبر ونحن نعلم أن الأعياد الميلاد ستكون في هذه الفترة وستكون عطلة معناته أنه سيتم التصويت على القرارة في بداية العام الجديد وأنا أشك أصلا أنه سيتم الحشد هذا يعني نحن هناك خطوات يجب أن نتخذها على الأرض المحكمة الدولية التي لوحت بها القيادة الفلسطينية منذ أكثر من سنتين لماذا لم تذهب إليها في كل مدابح ومجازر إسرائيل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة أو في الضفة أو حتى القدس يجب أن تضاف القدس أيضا إلى هذا القرار القرار ليس فقط اعتراف إسرائيل إسرائيل تغير المعالم على الأرض يجب على السلطة الوطنية وعلى القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني ثورا لأنه أصلا منذ 2012 عندما اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين كدولة وهذا ما أعلمنا عنه اليوم الرئيس عباس خلال خطابه في جامعة الدول العربية لكن لم يتوقف التنسيق الأمني قائم أنت هنا في يدك غصن زيتون وفي اليد الأخرى عندك أوراق يجب أن تضغطي فيها على إسرائيل لكن القيادة لم توضح لنا طيب وذهبنا إلى مجلس الأمس نأخذ سنة وإسرائيل خلال هذا العام سوف تقوم بتغيير الواقع على الأرض المستوطنات على سبيل المثال كل هذا إذا كانوا غير جديين لتنسحب من المفاوضات وتنسحب من الاتفاقيات وتجلس وتقول لهم لن ننصق معكم أمنيا ولنرى ماذا سيحدث في إسرائيل طيب سيد جميل كان هناك أسئلة من قبل سيد أحمد وجهها للسلطة الفلسطينية بإمكانك الرد عليها لماذا انتظرت السلطة الفلسطينية حتى الآن للتوجه ونيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتوجه للمحاكم الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وماذا لو لم تحصل السلطة الفلسطينية على مساعيها يعني أولا موضوع المفاوضات هذا موضوع أعطيت الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر الأخ أبو مازن اليوم في كلمته أنه أعطى الرئيس أوباما ووزير خارجيته كيري فرصة كاملة لبذل كل الجهود لأنه إحنا فعلا حابين يكون في إنا دولة فلسطينية وكنا نتمنى أن تسفر هذه المفاوضات عن دولة فلسطينية الآن بعد أن فشلت هذه المفاوضات وضعت القيادة الفلسطينية برنامج واضح الخطوة الأولى في هذا البرنامج هو التوجه إلى مجلس الأمن خلال هذا الشهر والتصويت سيتم خلال الشهر القادم وليس بعد سنة طبعا سواء حصلنا وماذا عن المحكمة سيد جميل وماذا عن التوجه للمحاكمة الدولية لمحافظة إفرائيل على جرائمها تفضل سأوضح ذلك سأوضح ذلك الفيتو الأمريكي قائم سواء من خلال مجلس الأمن أو خلال ممارسته على الدول الأعضاء في مجلس الأمن فلذلك يتمارس الفيتو عندما يصل الخرار مجلس الأمن إلى طريق مسدود سوف تتوجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية ليس فقط إلى محكمة الجنايات الدولية فقط وإنما 532 منظم دولية مما فيها محكمة الجنايات الدولية وفي حال أن يكون هناك رد من قبل إسرائيل أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف الفلسطيني فسوف يكون هناك أيضا رد من قبل السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والتحلل من كافة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها والتي تحللت منها إسرائيل والتي تم تلتزم بها منذ عام 1993 لذلك هناك برنامج واضح متفق عليه مقر من قبل القيادة الفلسطينية طرح السيد الرئيس اليوم في مجلس الوزراء الخارجي العرب وتمت الموافقة عليه وسيكون التوجه بهذه الخطوات ضمن البرنامج المحدد والمتفق عليه طيب سيد أحمد كيف هي توقعاتك لردود الفعل الدولية إذا هذه الخطوة التي ستتقدم بها الدولة الفلسطينية عفوا السلطة الفلسطينية وما الذي إن شاء الله بتكون الدولة وما الذي سيترتب على تلك الخطوة لصالح السلطة يعني أنا أتمنى أن أكون متفائل بهذه الدرجة لكن أنا أعرف المجتمع الدولي كيف ينظر لنا أريد فقط أن أقول الأخونا الأكبر أن هناك مثل شعبي اللي بهوش ما بخوف نحن دائما ما نلوح بالتهديد لكن لم ننفذ أي شيء وإسرائيل تعرفنا تماما وتعرف قيادتنا منذ أكثر من عشرين سنة في هذه المفاوضات فهي عارفة قيادتنا وتعرف أن نحن دائما ما نلوح بالتهديد لكن عند التنفيذ لا ننفذ كان المفروض أن نتجه إلى محكمة الجنايات الدولية فورا بعد حرب غزة تم تجاهل دماء هذا الكم من البشر محاسبة إسرائيل على جرائمها شيء والمفاوضات شيء آخر أو حتى الاعتراف شيء آخر حتى لو اعترفت بنا العالم كله يجب أن نذهب إلى محكمة الجناية الدولية يجب أن نحاسب قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أنا أتمنى أن فعلا يتم التصويت لكن بالطبع كما قال زميلنا الكبير أن الفيتو الأمريكي بالمرصاد ولا أتوقع أن يتم تمرير هذا القرار ربما سيكون هناك صيغة فضفاضة والذهاب إلى الجمعية العامة نحن نعرف تماما أن الذهاب إلى الجمعية العامة غير ملزم للدول الأعضاء حتى لو اعترفت بدولة فلسطين فسلن يكون ملزم لا للدول ولا لشيء تم التصويت في عدة برلمانات ووضحت بناء على التصويت الذي تم في الجمعية العامة سنة 2012 في نوفمبر 2012 وتم التصويت على الاعتراف بدولة فلسطينية سيد جميل كيف تنظر إلى المبادرة الفرنسية التي تقترح وضع خطة زمنية للضغط باتجاهها للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولا وإلا سيكون لزاما على فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما هي مصلحة فرنسا للعب هذا الدور برأيك أولا أن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن سابقا وتوجهت من ثم إلى الأمم المتحدة بعد أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة بالنسبة للموضوع الفرنسي هي مبادرة تأخذها القيادة الفلسطينية بشيء من التقدير وخاصة أنها تخرج القضية الفلسطينية من احتكار المفاوضات الثنائية والرعاية الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل إلى مؤتمر دولي قادر على أن يمارس دوره في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الدولة الفلسطينية آملين أن تكون هذه المبادرة الفلسطينية الفرنسية التي جميعنا متفائلين في هذا الدور الفرنسي أن يكون مرتبط بأن يتم وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات من قبل الحكومة الفرنسية وأن يكون من نتيجة ذلك هو ليس فقط الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية وإنما أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن بتبني ما يتم الاتفاق عليه من خلال هذا المؤتمر الدولي الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك سيد جميل إشحاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان معنا مباشرة من رمالة والشكر موصول أيضا لضيفي بالستوديو السيد الكاتب الصحفي سيد أحمد المصري شكرا لكم ضيفي الكريمين ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وتتابعون فيه بعض الفاصل ولي عهد أبوظبي يؤكد من الدوحان أمنى واستقرار الخليج في التكاتف ووحدة الكلمة أهلا بكم من جديد بحث الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبوظبي مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر قلقات البلدين التي تربطوا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسبل دعمها وأفاق تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للدوحة تلبية لدعوة بن أمير قطر وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك كما جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة وصفت بأنها زيارة ناجحة بكل المقاييس ووفق ما ذكرت الخارجية الإماراتية فإن هذه الزيارة تبني على نجاح الاتفاق التكملي لكمة الرياضي وعلى الأجواء الإيجابية التالية لتلك الكمة وكذلك على أجواء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووفق الخارجية الإماراتية فإن هذه الزيارة تطوي وإلى الأبد صبحة من العلاقات تم تجاوزها لأنها بينت أسلبيات الخلاف في البيت الواحد وبين أبناء الأسرة الواحدة وخلال زيارته إلى الدوحة التي جاءت تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حرص دولة الإمارات وإيمانها بمنظومة مجلس التعاون الخليجي كما عبر عن قناعة دولة الإمارات التامة بوحدة المصير الذي يجمع دول مجلس التعاون الخليجي وأن التكاتف والتعاضض ووحدة الكلمة تعزز من المسيرة الخليجية المشتركة أمنا واستقرارا وازدهارا وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك في كل ما من شأنه أن يعزز وحدته ويخدم مسيرته ويعمق روابط التعاون الأخوي ويحقق للجميع الخير والتقدم والازدهار كما جرى خلال اللقاء التشاورة وتبادر الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ونناقش هذا الموضوع وأرحب بضيفي من دبي ينضم إلينا سيد مدير مركز سقر لأدراسات الدكتور مهند العزاوي أهلا بك دكتور وأرحب أيضا من مكة المكرمة عبر الهاتف الكاتب والمحل الأسياسي الدكتور محمد أسعيدي أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع دكتور مهند دكتور مهند في أي إطار يمكن اعتبار هذه الزيارة هل هي مكمل لما جاء في اتفاق الرياض أم ماذا تحية لك تحية لضيفك تحية للمشاهدين لنا حقيقة هذه بالتأكيد هي تجسيد لمؤتمر الرياض الذي خرج ناجحا بكل شيء وعزز لفلسفة ذكية لإدارة الاختلافات وبنفس الوقت استطاع أن يرسي دعائم صفحة جديدة أنا أعتقد هذا اللقاء كان بمثابة رسالة أو رسائل لأكثر من جهة وبنفس الوقت هي عززت أطر التواصل والتعاون ما بين البلدين على مستوى عالي جدا وبنفس الوقت هي استعرضت وأيضا أسست لما بعد هذه اللقاءات لمؤتمر الدوحة أعتقد وبنفس الوقت كيف يكون شكل التماسك الخليجي في ظل التحديات والتهديدات التي تحيط بالخليج بشكل عام إضافة إلى ما يجري خارج الأقليم أو على المستوى الدولي من أرهاصات ومن تهديدات وكذلك من أعتقد حتى مستوى البعد الاقتصادي والسياسي والأمني بشكل كامل وبالتالي أنا أعتقد مستوى التمثيل ومستوى الزيارة أنا أعتقد التي أحضت بحفاوة كبيرة كان لها مدولات كبيرة ومدولات إيجابية وترسي ما بدأ فيه اجتماع الرياض بل وتؤكد أن اجتماع الرياض كان ناجحاً لكل المعايير دعنا نشرك معنا دكتور محمد السعيدي من مكة المكرمة دكتور محمد هل نستطيع القول أن هذه الزيارة جاءت بالفعل في إطار طي الخلافات بشكل نهائي مع قطر ودول الخليج طبعاً طبعاً نقول أنها جاءت في ذلك الإطار في إطار طي الخلافات بين الإمارات وبين قطر لكن هل هذه الزيارة تعتبر كما قيل عنها زيارة حاسمة وتنهي جميع المشكلات في تقبيري أن طبيعة الزيارة أشبه ما تكون بالزيارة العائلية أي أشبه ما تكون بزيارة الأخذ بالخواطر فهي مدتها قصيرة أيضاً نوعية الوفود أقرب ما تكون إلى النوعية العائلية فكلا الوفدين يتشكلان من شخصيات من الأسرتين الحاكمتين يبدو لي أن الطابع في هذه الزيارة يغلب عليها الطابع التصالحي فقط أي بداية المشوار ولا يوجد فيه أو ربما يكون لا يوجد في الزيارة أي أبعاد استراتيجية أكبر من ذلك ولكن التصريحات من الخارجية الإماراتية كانت رسمية دكتور محمد بشأن هذه الزيارة التصريحات لا بد أن تكون رسمية بهذه الزيارة لأن وقت الزيارة والبلد المزار لا بد أن يصدر فيه تصريحات رسمية لكن أتحدث عن طبيعة الزيارة وهيكل الزيارة والموضوعات التي يمكن أن تطرح في زيارة مثل هذه الزيارة في صالة استقبال في المطار لا أعتقد أنها تأخذ منحة أكبر من ذلك بمعنى أن لدى قطر مشروع خارجي مشروع سياسي دولي يختلف عن المشروع الإماراتي يختلف أيضا عن المشروع السعودي هل هذه الزيارة جاءت في إطار تغيير قطر لمشروعها السياسي؟ هل جاءت في إطار توحيد المشروع الإماراتي والمشروع القطري في مشروع واحد؟ أعتقد ربما نقول أن هذه الزيارة زيارة تصالحية نعمل أن تكون ممهدة لمثل هذا الأمر لكنها لا يمكن أن تصبه اسمحي دكتور دعنا نأخذ رأي دكتور مهند العزاوي هل تتفق مع ما ذكره دكتور محمد السعيدي دكتور مهند؟ قد أختلف معه في بعض الشيء نحن نتكلم عن إزالة الجليد الذي تراكمه فوق العلاقات القطرية الإماراتية وتكون القطرية السعودية بنفس الوقت هي خطوة الأولى في السكة الصحيحة يعني على الأقل لا يمكن بالتأكيد التفاول بحل كافة الاختلافات ولكن على الأقل نتكلم عن رؤية ذكية عصرية لإدارة الاختلافات على مستوى عالي جدا وبالتالي هذا يدلل الكثير من الصعاب وبنفس الوقت يعطي حالي كل الأطر الأفقية بما فيها الأعلام والمفاصل السياسي الأخرى والقائمين على العمل السياسي أن هناك وجهة تقارب هناك تماسك هناك ضمانات بنفس الوقت كما أعتقد وهناك حسن نية وتصرف صحيح من الطرف الآخر وبالتالي هكذا يبدأ حل الأزمات وتفكيك المعاضل ولا يمكن حل المعاضل والأزمات والاختلافات في الهلة وضحاها خصوصا أن هذه الاختلافات طالت عام أو أكثر وبالتالي هي خطوة على الطريق الصحيح وخطوة إيجابية أنا أعتقد من وجهة نظر الشخصية وتعطي دلالات ورسائل كثيرة على الأقل هي رسائل أطمئنان وتطمين إلى الدول وإلى مجلس تعاون الخليجي وحتى على مستوى الشعوب طيب أعود مجددا لدكتور محمد السعيدي دكتور محمد ألمحت إلى وجود بعض القضايا التي لازلت عالقة بين دول الخليج وقطر ما هي الأمور التي لازلت قيد التشاور أو لم يتم الحسم بها بعد هو الأمر الذي حتى الآن لم نجد له أو لم نره على أرض الواقع في حقيقة الأمر تغير الخطاب الإعلامي القطري من خطاب داعم لحركات تعتبرها دول الخليج العربية حركات متطرسة أو حركات إرهابية أو غير ذلك هذا الخطاب لازل لم يتغير فهل كان هذا المطلب أو تغيير هذا الخطاب هل كان مطلبا من مطالب دول الخليج حينما اجتمعت بقطر أو لم يكن كذلك الراجح أنه كان كذلك والذي يبدو أن الخطاب وأن الدعم الإعلامي لا زال قائما لكن الذي تغير هو الحقيقة اللهجة الحادة التي كانت بين قطر والإمارات توقفت في الحقيقة واستبدلت به لهجة طيبة وكانت هذه الزيارة إحدى المبادرات التي ربما إن شاء الله كما قال الأخ مهند إنها ستزيل الجليد العالق أو تزيل الجليد المتجمد فوق سطح القارة طيب سيد محمد يعني الاتفاق بريال حتى اللحظة لم يعلن عن التنازلات ولا الواجبات التي سيلتزم بها أي طرف إذا الآخر يعني برأيك ما الذي قدمته قطر من تنازلات من أجل عودة العلاقات إلى الآن في الظاهر لم نرى شيئا نحن كمواطنين أو كمطلعين على السياسة عبر ما يعلن من تصريحات لم نجد شيئا تغير أو شيئا كبيرا تغير مثلا سأعطيك الصحف الأوروبية التي تدعمها قطر وتتحدث عن السياسات الداخلية لدول الخليج العربي ما زالت تعمل على هذا الوصف ولم نجد كمتابعين تغيرا يذكر في هذه الصحف الإعلام الذي تدعمه قطر أيضا لم يتغير كثيرا وإن كانت اللهجة أو التلميحات الحادة أصبحت نادرة أو غير موجودة تقريبا لكن فيما يبدو لنا لم يتغير شيء كما أننا في الحقيقة في حقيقة الأمر لم نعلم أسباب الخلاف الحقيقية نحن نعتقد أن هناك أسباب خلاف أقوى مما تشيعه وسائل الإعلام أو أقوى مما يذكر في التصريحات أسباب خلاف أقوى من ذلك نحن الذي نعرفه كمتابعين أنه مجرد للترافق الإعلام عذرا للمقاطعة سيد محمد أعود مجددا لدكتور مهند هل تتفق مع ما ذكر سيد محمد دكتور مهند هل أيضا تتمن اتفاق الرياض أي بند يتعلق بوسائل الإعلام وكيفية التعامل بالقضايا المنطقة بالإضافة طبعا لسياسة قطر حيال الإخوان المسلمين يعني لنا بلا شكل الكلام بين الأرويق السياسية وعلى المستوى العالي يختلف تماما عن ما يتداوله الإعلام أو يتداوله وسائل التواصل الاجتماعي نحن نتكلم عن اجتماعات على مستوى كبير وعالي على مستوى الرؤساء على مستوى الملوك على الشيوخ وبالتالي هذه الخطط وعلى الأقل الضمانات ليست متاحة للإعلام وهذا طبيعة السياسة بلا شك فيها محذورات وفيها أسرار وفيها الكثير لا نعلم نحن مراقبين نرى الوجه العام لرد الفعل انفراج في أزمة كبيرة وسياسية كانت تعصف في مجلس تعاون الخليجي بلا شك مسألة التطبيق ما يسمى الحوكمة الإعلامية يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى رسم سياسات قد تكون حتى الآن لن ترتقي إلى مستوى الرغبة أو على الأقل الضمانات التي أعطيت في مؤتمر الرياض ولكن يعني في تخفيف في الإعلام والإعلام كما تعلمين أنه استراتيجيات ورسائل وإدارة وسياسة بنفس الوقت وتحتاج إلى رسم من جديد وأنا أعتقد يعني هي أحد المشاكل التي لا تزال بعض الشيء عالقة ولكنها خفت كثيرا عن ما كانت عليه شكرا جزيلا لك دكتور مهند العزاوي مدير مركز سقر للدراسات كان معنا مباشرة من دبي والشكر موصول أيضا لدكتور محمد السعيدي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة شكرا لكم ضيفي الكريمين إلى العنوين اسقاط تهم قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير ضد مبارك ومساعديه وتبرئتهم في قضية الفساد الجامعة العربية تقرر طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وليعهد أبو ظبي يؤكد من الدوحة أن أمنى واستقرار الخليج في التكاتف ووحدة الكلمة أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء